ام الربيعين والحدباء ومقصد السياح وفاتنة العراق كل هذه كانت تطلق سابقا على نين واثاني كبرى مدن البلاد لكنه ما بعد تحريرها عام 2017 من قبضة تنظيم داعش ازيز رصاص الحرب والصواريخ والتراشق بالاسلحة التي لا تفرق بين صديق وعدو لم تعد ام الربيعين كما كانت ونحرت اماكنها السياحية الجميلة مع الاهمال الذي زاد الطين بله يعني يطلع الموصل غير يفتاح على السياحة تروح الشلالات ما بيها ماي ما بيها سجر الفيل ما لكله اصبر لا سقي تروح على باب الطب 100 فندق بيها ما معمر فندق اوبراوي فندق نين اون اوبراوي فندق موصل فندق النخيل كلها بالدواسة كلها موجودة فنادق موجودة تحتاج الى مناطق سياحية وبناء وتحتاج الى كل شي تحتاج من بناء وانشاء وترميم من كافة الانواح تحتاج الى بناء الفنادق تحتاج الى ان تنجون السياح حسنا من مخارج المحافظات ما يطيقون يعني ما عندهم مكان يستقرون به يحتاج الى اعمار الفنادق قوى يعني كافة كافة بحسرة يقولها المواطن الموصلي مدينتنا كانت مقصدا لكل سائح من مختلف محافظات البلاد اما الان فلا فنادق تستقبل من يأتي اليها وهذا الكلام فرضا ان كانت هناك معالم سياحية باقية ولكن حديث الواقع يؤكد معدوميتها بشكل نهائي والله حاليا سياحة معدومة نهائية نحن نذكر الموصل تابقا ان كانت مقصد لمحافظات الجنوبية جميعا لكن اكيد من الاهمال ومن الحروب ومن المشاكل والارهاب اللي تعانت من المحافظة فحاليا السياحة تقريبا معدومة صفر هاي اولا ثانيا حتى السائح اللي يقصد الموصل ماكو فتفنادق تستقبله المناطق السياحية كلها معدومة واهمال وماكو اي اي لفتة من الحكومة فنادقها غاباتها اماكنها جمالها وسحرها كل هذه شوهتها حرب التحرير الاخيرة فعمليات التجميل ما بعد تحريرها سلحفات بخطواتها والامل بعودتها ضعيل جدا من الموصل سعد منصور التغيير الفضائية السيارة سأغفر مصدر سأغفر 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 ترجمة نانسي قنقر